عن نجمة كارمن سليمان بتكشف لنا فيها تفاصيل الماني ألبو ويطرى مين النجمة اللي هتختاره عشان تغني معاد وقتو تعالوا نشوفوا التقرير مع بعض النجمة الجميلة كارمن سليمان منورانا وأنا بحبك قوي مبدأي سلامين عجتي بقى مينة حبايب قلبه كارمن سليمان والله يناس كتير الحمد لله يعني أنا يعني فكرة إن أنا أقولك مثلاً وأنا بحبش الشخص ده ممكن يبقى يعني ما فيش بني وبينه كيميا بس مش مش الدرجة مثلاً أقولك أنا بحب الشخص ده أنا بكره الشخص ده علاقاتي الحمد لله كويسة بكل الناس بس يعني حبايب قلب يذيب الزات مهدى لكل الفانس بتوعي كل الناس أنا بحبهم كل أهلي وصحابي علشان ده كان عاملينه بحب قوي أنا وعزيز ومصطفى كنا نشتغل عليه كل حاجة جوانا كانت بتشتغل فعلا على الألبم ده وكنا مبسوطين جدا بالفكرة الفكرة أصلا جات من عند عزيز وعزيز فعلا كان يعني مديني أحسن حاجة عنده كيف كانت فكرة الدويتو لما بينكم ونا عزيز شافعي أول مرة هنسمعه وعزيز وأن حاجات طبعا قبل كده بس الدويتو أنا كنت شايفا لا مش أول مرة كان فيه حاجة قبل كده معرامي جمال في غناية يا بلادي طبعا بس يعني يمكن أول غناية دويتو ما بنت يعني الألبم بواي عزيز شافعي كله فكان لازم يبقى موجود فيه يعني كده بصوته كمان يعني آه يعني كنت أنا مصررة جدا على الموضوع ده الأغنية اسمها بوكائيات أنا وهو أنا غنية مع بعض من الأغانية اللي ما لهاش شبه خالص ومتحمسة لها جدا وإن شاء الله تعجب الناس يعني بوكائيات الناس لما تسعى لإسم ده هتقول شوية عيات نحن عيات جدا آه يعني آه هي هي كلامها زعلان جدا بس بقى كلمة عزيز طبعا يعني الألبم كله كلام عزيز ما عادة بس أغنية حرام علش دي كلمات من القيح يعني برضو يعني أغنية احنا بنحبها جدا وما يعني ما قدرناش إن إحنا ما نحطهاش يعني يعني يا حرام علش منصرة للستات على رجالة ولا إيه؟ آه آه أيوة بصراحة أيوة أنا مقالي كتير قوي ما غنيتش الطريقة دي بس آه بس آه بس آه هي فعلا كده نسبة كبيرة يعني متأهبنتو هتتحييزي للبنات التحييزي آه تقيبة فإن إحنا يعني إحنا أحلى حاجة في الدنيا إحنا إحنا أي حاجة من غيرنا وحشة يعني يعني يحرم علش يحرم علش تجربة بقى معاملنا عدل قويعي وطرق مذكور وعديد الشفعي أنت واخد السنائيات النجاح في أي أغنية الحمد لله اختيارات مصطفى آه يعني اختياراتنا كلنا صراحة يعني إحنا لما عادنا عشان نجهز للألبوم آه واختارنا الأغاني ابتدينا بقى نشوف إحنا هن هن هنودي كل حاجة فين آه وساعدنا جدا في الموضوع دعوستاذ طارق نفسه يعني إحنا آه ساعدنا جدا وودانا رأيه في حاجات كتيرة قوي آه يعني كنا يعني مبسوطين جدا ومبسوطة قوي إن أنا فعلا في ثماني ألبوم واحد معي يعني أربع موزعين مهمين جدا آه وليهم نجاحات كبيرة قوي آه آه ومبسوطة أن أنا يعني اشتغلت معي هم صراحة صراحة على ذكر بقى مصطفى جاد ما شاء الله ما شاء الله دائما بيدعمك كمان في غير الحياة بيدعمك في الشغل وهو دلوقتي المنتج لكي بتفصلوا مع بين العلاقة الشخصية والشغل الزائد بعيدة عن خناقات يعني دائما أي زوج طبعا لازم يتخنم معمراته بس أنته وبتعبنا أسلي بوس هي الحياة مش وردية على طول أكيد فيه اختلافات وفيه خناقات آآ بس آآ لا يعني الشغل فعلا بيبقى مالوش علاقة خالص يعني إحنا في الشغل بنشتغل عادي شغلنا آآ خناقات بتبقى في البيت كارمة غيورة أن تقرأ فيديو لا شاوية بسرع الفيديو بتاع درجة بوس فكرة على فكرة والله الفيديو ده الناس كتيرة جدا فهمته غلط أنه هو غيرة وأنا كنت بهزر ومكنتش عارفة أنه أنه أصلا البنت توصد حاجة آآ لكن أنا يعني غيرتي عمتا طبيعية يعني تفرح بقى تحب تقول لها أي بعد تجربة اكس فاكتور بصي فرح تجربة اكس فاكتور كانت مجرد تجربة مش أن هي عايزة تطلع مطربة يعني هي مش مش ده طموحها أصلا فرح شطرة جدا في الفاشن وفي الحاجات دي هي أشطر فيها بكثير آآ وابتدت البراند بتاعها اللي هو فيه كونسبت وأصلا الست دي منه آآ فأنا بشجهها جدا وفخورة بيها وشايفة أن هي يعني يعني ذوقها حلو جدا وبتعمل حاجات تحفة فأنا على طول أنا يعني هدعمها في ده كان نفسك تعملت ويتو مع وجز لسه الموضوع يعني نفسك فيه ألا أكيد أكيد هو هو موهوب جدا ومن الناس المهمة جدا عندنا في مصر وفي الوطن العربي كمان فأكيد طبعا أحب عن الحاجة معي تحب تقولي الأنغام وخاصة أن أنا جميع أنا عارفة هي بتحبت جدا دي حتى اخترتك أن أنت تمثلي سلاتها الزتان أنت ممكن تعملي فكرة زي دي وتحب تقولي الأنغام يعني بصي من من أوائل الناس اللي يعني شجعتني وكانت يعني بتدعمني جدا كانت فنانة الكبيرة أنغام طبعا وأنا النغومة بحبها جدا على المستوى الفني وعلى المستوى الشخصي كمان وفكرة أن هي تختارني أن أنا يعني أعمل السيرة ذاتية لها يعني دي حاجة كبيرة جدا من نسبالي مش عارفة أقدر أعمل ده ولا لأ بس يعني متأكدا أن أنا لو يعني تعرض علي ده ولقيت أن أنا هعمله لازم يشتغل عليه جدا لأنه مش سهل مش سهل خلص طيب أحب تقول إيه بلتامر حسن بحبه جدا أحبه قوي أحب تسيمه جدا وبحب كل اللي بيعملو ودايما ببقى متابعة كل حاجة بينزيلها مين أكتر حد نفسك تعملي معد ويته دلوقتي يا قرن تامر حسن يلا يا تامر نعمل إن شاء الله سأختم بقى بعلاقتك بزين وأنا عارفة أنه ما شاء الله أكبر يعني مشروع مطرب تمام أنت ممكن تباني أنه يغني في سنة صغير أو إيه سنة لانت شايف مناسب أنت هتبدأي تطلعي بقى في حيث الغن بصي هو يعني أنا مش هقول له أي حاجة خالص هو لما هيكبر هنشوف إيه اللي هو حابب يعمله وحنخليه يعمله لكن مش عايزة كبيره على أي حاجة ولا عايزة خليه حاجة مثلا معينة نفسي فيها بالعكس أنا عايزة يبقى كل حاجة بيعملها تبقى من قراره هو من دلات يعني نقدر نقول الشفشف يعمل يعني شوية مش كثير يعني مش كثير يعني بس هو نعصبية وردو صراحة وهو شائي فأكيد فيها وقت بفقد السيطرة على نفسي مين اللي اكتر انسي او احنا الاثنين يعني بحيث احنا الاثنين يعني أصلا نشبه بعض في الحور ده يعني عصبيين وفي نفس الوقت يعني حنينين يتعرفيش مجعر شكرا 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 شكرا